تماشيا مع توجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لجامعة الشارقة وضمن الخطط الاستراتيجية لجامعة الشارقة أنشئت مختبرات الحيوانات المخبرية بمعهد الشارقة للبحوث بغرض الاستخدام في التجارب والأبحاث العلمية الطبية ثلاثة أشهر هو العمر الفعلي لمختبر الحيوانات المخبرية بمعهد الشارقة للأبحاث الطبية التابع لجامعة الشارقة حيث كانت حادث الباحثين بالجامعة ملحة لوجود منشأة متخصصة تسمح بإجراء التجارب العلمية والبحثية على الحيوانات تم تجهيز المنشأة بأحدث ما توصلت له تكنولوجيا لتوفير بيئة ملائمة لإجراء التجارب على الحيوانات كذلك تم التعاون مع مختبرات جاكسون في الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر منظمة عالمية لحيوانات التجارب لتجلب العديد من سلالات الفئران ليتم تربيةها وإكثارها في مؤنشأة حيوانات التجارب ولتغطي حاجات البحث العلمي في الجامعة الشارقة ووفق أحدث التقنيات العالمية جهز المختبر ليتم رعاية فئران التجارب من جهة وزيادة إكثارها من جهة أخرى حيث تم جلب خمس سلالات من الفئران وضعت كل مدموعة منهم بقفص مهيأ متصل بجهاز يقوم بحفظ هذه الأقفاس ويعزل كل مدموعة فئران عن غيرها فضلاً عن أن الجهاز يقوم بعملية تعقيم للحيوانات من أي ملوثة خارجية وغيرها في هذه الغرفة يوجد نوع من الفئران ذي الحساسية العالية كونه عار الجلد فضلاً عن أن مناعته ضعيفة جداً لذلك يستخدم في أبحاث السرطان وهي ما تعمل عليها الآن المجموعة البحثية حيث أظهرت النتائج الأولية نتائج واعدة ومبشرة ما لا يقل عن خمس تجارب وأبحاث تجري حالياً بعضها يقوم على تجربة مركبات كيميائية جديدة على فئران التجارب هذه المركبات تم تجربتها مسبقاً على الخلايا السرطانية وأظهرت بعض النتائج الواعدة وكذلك لدينا بعض الدراسات التي تتعلق بعلاج التهاب الدماغ والنخاء والمناعة الذاتية وهناك أيضاً دراسة تتعلق بدور هرمون الإنستروجين في تمثيل غذائي للحديد وتطبيط المناعي هناك لدينا أيضاً دراسة لأمراض المتعلقة بالقلب والأوعي الدموية تعتبر فئران التجارب أحد أنواع الحيوانات التي تستغل في أغراض علمية بحيث يتم تجربة العقاقير والأدوية وأنظمة العلاج المختلفة عليها قبل تقديمها للإنسان ليمثل هذا الحيوان ما نسبته 90% بنجمالي حيوانات التجارب استخدام الحيوانات المخبرية في معهد الشارقة لأبحاث الطب والعلوم الصحي يتم على أعلى وأحدث المستويات العالمية لأن هناك في الدول الأوروبية وفي أمريكا في قوانين صارمة وإجراءات يجب اتباعها قبل السماح لأي باحث باستخدام هذه التجارب ونحن في معهد الشارقة لأبحاث الطبية نطبق هذه القوانين بحذافيرها بالتعاون مع وزارات الدولة المختلفة منها وزارة البيئة ووزارة الصحة هذا ويلعب معهد الشارقة للبحوث أدواراً هامة لست فقط في تهيئة المختبرات لإجراء مختلف البحوث العلمية والتجارب للطلبة والباحثين بل يساعد كذلك المختصين من الباحثين على نشر نتائج البحوث عالمياً في المجلات البحثية العلمية المتخصصة ترجمة نانسي قنقر